لو سألتني هقول فيه مشكلة كبيرة في التعليق قدر اقول باطمئنان شديد يعني كشخص بيتصور انه بيذاكر الموضوع ده كويس يعني انه مفيش اي انجاز في التعليق يعني غير الانجاز اللي هو عدد الفصول زاد مع عدد الطلوة الحاجات دي يعني الرقمية دي لكن فيه انجازات تانية تخزأ عينك يعني تعنفعش تتفاداها وتتحشاها او تعمل من بني انا من قويسنا عموما لكني يعني او تعمل من بنيا اللي هو قويسنا وبنى تسعة كيلو فرق بقين والعشرة فهناك وجهة نظر وانتو عارفين زي ما قاله استاذ دي راملي والاستاذ محمد صبحي في مسحية وجهة نظر الشوف الحقيقي مش نظر الشوف الحقيقي وجهة نظر ففي وجهة نظر لتقدر الدولة تقولها فيما يخص موقفها من حريات السياسية برضو انت توافق تكره دي تأيد دي حاجة تانية انما ما ظنيش الحجة دي قائمة الان بقوة يعني ما نعرفش انباحها دلوقتي ليه؟ لانه الوضع تغير البلد مستقرة البلد قوية شهادة الجميع يعني البلد صلبة البلد محتاجة كمان تجديد اصوات وحوار بين الناس وتنوع لان دي طبيعة الاشياء انه بعد منجز كبير محتاج المنجز ده يتحمي يبقى ناس بتحمل انجاز مش بتتلقاوه بس محتاجين ان احنا نعمل عودة الوعي انه كل اللي بتعمل ده يبقى فيه وعي بيه وحرص عليه او يكلم عن الانجازات والمشروعات والانشاءات دي ثم كمان ان يبقى فيه وعي بانه الثقافة المصرية هي اللي اللي تحرر العقل وهي اللي تخلي البلد تتطور لان يعني محتاجين ده محتاجين البلد يبقى فيها هذا المواج الشديد جدا من الابداع ومن الحريات اللي تخلي اللي بيعمل تطور تكنولوجي ولي بيتكلم ويعمل نظري او زي بكلمة مبارح في الحريات الاهمة بالنسبة لنا حرية البحث العلمي وحرية التعبير والتفكير وحرية الاعتقاد وحرية الابداع والحريات السياسية ليه؟ لانه ده لا يطور البلد ولا ينم البلد ولا يكبر البلد حالا كنا مرعوبين عن البلد خايفين عن البلد فبنينا هو البلد وقفنا كل حاجة وبنينا وانشأنا وعملنا بقى الانسان نفسه ده يستمر مع المنجز والمشروعات دي ويكبرها ويعظمها ويحميها بنعمل مشروع حياة كريمة لن يحمي هذا المشروع ولن يستمر أصلا ولن يحميه إلا مواطنوه ولن يحافظ عليه إلا مواطنوه ولن يحافظ على أي مشروع تم إنشاؤه إلا المواطن يبقى المواطن يجب بيائش ريك في المشروع وحابي للمشروع ورقيب على المشروع ومحاسب على المشروع وموسل ونائب عن المشروع يبقى يجب بيأوجود مش هينفع مشروعات الديليفري إننا إحنا عملنا لك ونمشي يسلمنا لك المشروع لا ينفع viu لازم يب kroشيك فيه موسيقى